المساء الخير لقاء خاص آخر وضيف هذا اللقاء الأستاذ مرادل علي الحالمي رئيس فريق الحوار الجنوب لجنوب الخارجي الذي تشكل في يونيو من العام الماضي بقرار من رئيس المجلس الانتقالي عيد الروس الزبيدي مساء الخير أستاذ مرادل مساء النور وبداية نشكر قناة الغد المشرق ومذيبها المتعلق وديع منصور على إتاحة الفرصة لنا مناقشة مثل هذه القضايا المهمة متعلقة مستقبل جنوب هذا الفريق الذي تم تشكيله من 11 شخص أنت رئيس الفريق كلكم من الانتقالي كل الأعضاء من الانتقالي ما الداعي لهذه الخطوة؟ ما كان الهدف منها في ذاك الوقت؟ أشكرك على هذا السؤال وهو سؤال مهم فعلا بالتالي نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نتحمل مسؤولية وطنية ونشعر بأهمية هذه الخطوة المتمثلة في كيف نحقق وحدة وطنية جنوبية هذا الإجابة على سؤالك التي تقودنا لماذا المجلس الانتقالي شكل فريق حوار وطني؟ أعتقد أنه من الضروري على المجلس الانتقالي وخاصة في المرحلة الحقيقة الأخيرة هذه عملنا بمسارين المسار الأول هو منع أي محاولات يعني للانتقاص من حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم ومستقبلهم السياسي وبناء دولتهم الجنوبية الفيدرالية التي يطمحون إليها وتقلّى هذا بشكل واضح في اتفاق الرياض وبالتالي هنا نحن استطعنا أن ننجح في المسار الأول وهو فرض مسار خاص بجنوب هذا المسار دعني أكمل الإجابة هذا المسار قادنا إلى أهمية الاتخاذ خطوة ثانية وهذه الخطوة الثانية تتمثل بالحوار الوطني الجنوبي ليه حددت الخارج؟ هذا الحوار لاحظة دعني أوضح لك إقابة السؤال الأول ومن ثم أتيح لك المقال تسأني سؤال ثانية طيب تفضل هذا المسار الثاني وهو الحوار الوطني الجنوبي لماذا نحن تبنى هالمجلس الانتقالي؟ نحن أعدينا مشروع للحوار وهذا المشروع مكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولة هي تقتصر على عملية استقراء والتعرف على مختلف وجهات نظر المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية الجنوبية والتفاهم حول القضايا القوهرية التي سنتوصل إليها كقضايا حوار والمرحلة الثانية تتمثل في هي تعمل أكثر احترافية ومهنية لمناقشة مواضيع الرؤية الوطنية الجنوبية مرت سبع أشهر والمرحلة الثانية بعدها ممكن نفصل هذه النقاط والمرحلة الثالثة ممكن بعدها نفصل نقاط هذه عبارة عن الشهادة لأنه ما زال اللقاء في بدايته ممكن ندخل على النقاط هذه في ملاحظتين على هذا الفريق اللي أنت ترقسته منذ العام الماضي يونيو العام الماضي أغسطس أغسطس ولا يونيو صدر القرار في يونيو دهشن العمل في غسطس دهشنته العمل في غسطس في ملاحظتين الملاحظة الأولى ليه تم حصره بالخارجي يعني هو فريق الحوار الجنوب الجنوب الخارجي هذا واحد لحظة الشي ثاني منذ ذلك الوقت تقريبا ستة أشهر مرته وبهذا الحدود وما الناس مش عارفين الجنوبين تحديدا مش عارفين هذه اللجنة وش عملته وش اللي حققته كنوع من التكتيم الإعلامي حوالين هذه اللجنة طيب ابدأ أولا ابدأ بالجواب الأول ليه حوار الجنوبي الجنوبي الخارجي ليه مكان الحوار الجنوبي الجنوبي فقط للإقابة على هذا السؤال لكل بلد ظروفه والأخ رئيس المجلس رتاء أن هناك يعني كتلة جنوبية مهمة متواجدة في الخارج وانطلاقا من يعني من رؤية المجلس الانتقالي للحوار الوطني الذي يشتمل على مستوين المستوى الأول على مستوى المكونات السياسية والقوى السياسية الجنوبية والمستوى الثاني يشمل المجتمعات المحلية وبالتالي حتى لا يفسر أن المجلس الانتقالي يتعامل بلغة الاستعلاء أو الاستقواء على المكونات والقوى القنوبية في حال دشنا الحوار مباشرة في الداخل نرى أنه رأى أن هناك أهمية بأن تتم هناك قولة تشاورية حوارية للمكونات المتواجدة والقيادات الشخصيات الفاعلة المتواجدة في الخارج حتى تشترك في حوار وطني على مستوى الداخل يحقق تطلعات وآمال الشعب ما في شخصيات تستحق الحوار معها في الداخل؟ السؤال ليس هكذا الإجابة أقصد ليس من هذا المنطلق قلت لك أن هناك يعني كتلة جنوبية موجودة في الخارج وهذه الكتلة الجنوبية الموجودة التي في الخارج وشخصيات أيضا أي وشخصيات لها تأثيرات نسبية على الداخل وبالتالي حتى لا تحسب من المجلس الانتقالي كخطوة استفزازية تجاه هذه المكونات نحن نفتح على الكل لماذا؟ لأن البرنامج الذي ينطلق منه المجلس الانتقالي ومن قناعاتنا الوطنية أننا حريصين جدا على نهج المصالحة الوطنية الجنوبية ما الذي يثبت هذا؟ وهو فريق الحوار الذي يثبت ولكن فريق الحوار 11 عضو من فريق الحوار وأنت رئيس الفريق كلكم من الانتقالي يعني الانتقالي بهذه الحالة هو الخصم والحكم في الحوار أقفت على هذا السؤال بالفقرة الأولى من خلال مشروعنا نحن كمجلس انتقالي للحوار مع المكونات الجنوبية حددناه في ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التعرف على وقهات النظر سد أي فقوات ردم أي فقوات قد تكون موجودة إزالت حالة التوترات الاحتقانات نحن نسعى إلى أن نصل إلى قلت هذا الكلام طيب من هذا الكلام اللي قلته إيش اللي أنجز حتى الآن؟ للأمانة أنجزنا الكثير نحن قطعناه يعني شوط في لقاءات مكثفة يعني بشكل كبير جدا لم نظهرها الإعلام صحيح لم نظهرها لم نظهرها الإعلام لأنها أولا هي لقاءات تشاورية نريد الكل أن يتكلم بأريحية لأن أحيانا الإعلام يعني يضغط وتستفيد منها أطراف معادية للجنوب وبالتالي يعني حرصا على المصلحة الوطنية القنوبية أن في هذه المرحلة التمهيدية ليس من الضروري أن كل خطوة نخطوها نعلنها للإعلام ما حصل لا أول ولا أي خطوة بس على أي حال هذا موقفكم ولكن حتى الآن أرجعك للسؤال إيش اللي أنجزته من هذه النقاط اللي ذكرتها حتى الآن شوف في اللقاءات اللي عملناها يعني نحن أنجزنا أولا تفاهمات أولية مع كثير من الشخصيات والمكونات القنوبية الفاعلة مثلا؟ هتقدر تعطينا اسمه؟ كل المكونات اللي تحاورنا معها والشخصيات على سبيل المثال المكونات السياسية اللي هي مؤتمر القاهرة المجلسة العراء للحراك التلاف الوطني القنوبي تحالف أبناء شبوة هذه القزم المكونات الحزب الاشتراكي اليمني شخصيات فاعلة ومؤثراء وقيادات في المؤتمر الشعبي العام مثل من؟ الحزب الرابطة أيضا كشخصيات كأسماء؟ كثير يعني كثير من الشخصيات لا أنا لا أريد أن نذكر أسماء الآن ليه؟ مش ليش نحنا مش من باب الإخفاء ولكن نريد أن نستكمل العملية هذه بهدوء وبالتالي علي ناصر محمد محمد علي أحمد علي ناصر محمد علي أحمد هذه الأسماء؟ قلسنا كلهم معهم علي طبعا عندما أقولك علي ناصر محمد وحيدة العطاس وهذا ضمن مؤتمر القاهرة قلسنا معهم وصلنا إلى تفاهمات وفي المقابل مؤتمر القاهرة هم الذي هم يشروع يعني يؤمن بحق الجنوب في تقرير مسير لو سألك مواطن جنوبي بيعاني من كل تراكمات الفشل اللي تمت في الجنوب خلال عقود طويلة ومازال وضع المواطن الجنوبي في كثير من المحافظات الجنوبية ووضع صعب وسيء لو قل لك إيش الأهمية من التفاوض والتحاور مع هذه المكونات وهذه الأسماء؟ شوف الإجابة على هذا السؤال طالما هناك حراك سياسي وهناك تفاعل مع هذا الحراك السياسي فلا يوجد في هذه الحالة الشخص مهم والشخص غير مهم هناك حراك سياسي وهناك تفاعل مع هذا الحراك السياسي ونحن ننطلق من قناعة ورؤية ثابتة قائمة على التصالح والتسامح الجنوب بس إيش بالسفيد المواطن الجنوبي العادي من هذه الحوارات؟ شوف أنت تتحدث عن عقود من الصراعات تلك العقود كانت مربوطة بالحرب الباردة هذه الحرب الباردة تأثيراتها لم تعد موجودة حتى الآن وبالتالي نحن نلتقي مش مع القيادات لأسس الدولة الجنوب نلتقي مع المشايخ مع السلاطين مع القيادات لأسس الدولة الجنوب مع الأحزاب السياسية ونستفيد من هذه اللقاءات نحن نأخذ عصار التجارب هؤلاء الناس ومن حقهم أن يشاركوا في بناء دولة الجنوب يعني بيكونوا ضمن أي مستقبل لو تمت دولة الجنوب بيكونوا مشاركين في الحكم؟ هذا موضوع مختلف تماما الحوار الوطني يختلف عن الحوار السياسي إذا تحدثنا مثلا حوارنا السياسي مثلا مع الشرعية يختلف تماما عن الحوار الوطني الحوار الوطني يجب أن لا تكون فيه لغة القوة والضعف الحوار الوطني ينبغي أن يكون ناتج ونابعا قناعات وطنية بأهمية التوصل إلى مشروع وطني يضمن حالة من الاستقرار السياسي والمجتمعي والعمل إلى التنمية لأننا إذا حسمنا هذه القضايا وبالتالي سنتفرغ إلى العمل من أجل التنمية فقط ما نقاط الاتفاق حتى الآن ونقاط الاختلاف ما بين هذا الفريق ومن تتحاورون أو تحاورتم معهم حتى الآن حقيقة لم نجد أي نقاط اختلاف الكل مجوع أن هناك لابد من العمل على أن نكون للجنوبين مشروعهم الوطني الخاص وإنما نناقش ما هي الصعوبات التي سترافق عملنا وكيف نعمل في إطار جهد موحد مع باقي القوى القنوبية التي لا زالت لم تحدد موقف واضح من هذا الخيار يعني ما في أي صعوبات ما في اختلاف وجهات بالتالي صعوبات موجودة كثيرة أولا صعوبات هذه الحرب القائمة هذا يتمثل أحد الصعوبات التي يعني مربما تعطي أولويات يعني غير الدخول بشكل باشر في مشروعنا الوطني ممتاز لكن أهم نقطة من نقطة الخلاف أهم نقطة خلافية أهم نقطة خلافية البعض من هذه الشخصيات والتجمعات أو سميها ما شئت ليس لديهم الثقة الكافية بالمجلس الانتقالي الجنوبي لم نلتمس هذا الشيء لم تلتمسوا بالعكس الكل يعني راهن على دور وقوة وأهمية المجلس الانتقالي الجنوبي وإنما هناك كانت ملاحظات كيف يتم يعني استخدام هذا الدور القوي أو التعامل من خلال هذا الدور القوي من خلال المفتاح على كافة القول الجنوبية ويعني الوصول إلى عمل وطني مشترك وبالتالي نحن ما يبادر المجلس الانتقالي حتى لا تكون هذه النقطة يعني عبارة عن حجة لدى الآخرين نحن نفتح على كل القوى الجنوبية بلا استثناء ولكن انفتحتوا من قبل أنتم في المجلس الانتقالي الجنوبي عبر فرق تفاوض هذا الفريق اللي انت ترأسه هو الفريق الثالث صحيح انه حصل يعني من قبل وبالتالي حيث المجلس الانتقالي يعني خلال الفترات السابقة أعلن مبادرة للحوار المرة الأولى ودعوا قال نحن مع الحوار لم يعني كان نسبة التقاوب مش بهذا كان هذا في الداخل أعلن مبادرة أخرى أيضا في الداخل و المرحلة الثالثة ناقش المجلس الانتقالي مشروع متكامل للحوار هذا المشروع المتكامل للحوار و كما تحدثت عنه يشمل مراحل و محاور بدأ أرتاء الأخرى المجلس أن يدشنه من الخارج و ينتهي في الداخل حتى نغلق المجالات كلها نحن يعني على مفتاح مع الكل وبالتالي نحن الآن أمام مشروع وطني ناقشناه خلال لقاءاتنا الماضية و نقول للآخرين تعالوا في إطار كل ما يلبي طموحات و تطلعات شعب الجنوب بنتحدث بعد الفاصل الفاصل بعد شوية بنحاول نعرف طالما أنه موضوع موضوع الحوار الجنوب الجنوبي ما حققته مبادرة التصالح و التسامح ما هي الجوانب اللي نجحت فيها و ما هي الجوانب اللي أخفقت فيها و إلى أين سينتهي عمل فريق التفاوض اللي أنت ترأسه ما خارطة الطريق لهذا الفريق بعد الفاصل نعود بعد الفاصل إن شاء الله موسيقى 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 مر عليها وقت طويل ولكن ما عرفوش إيش نتائجها حتى الآن هل هذا الفريق اللي أنت ترأسه والسمرار لتلك المبادرة اللي البعض يقول لم يكتب لها النجاح هل هو كذلك؟ غير منطقي أن نقول إن التصالح تسامح لم يكتب له النجاح أولا الظروف اللي قام عليها التصالح تسامح هي ما تعرض له أبناء الجنوب من ظلم و اجتياه و مصادرة كافة حقوقهم في إطار مسؤولياتهم الوطنية المرحلة الأولة في التصالح والتسامح أنجزت مهماتها بحراك شعبي جنوبي خلق هذا الوضع الذي وصلنا نحن إليه الآن ولكن إذا تحدثنا ماذا أراد الشعب القنوبي من التصالح والتسامح وإلى أين يريد أن يصل هذا التصالح والتسامح؟ عندك جواب لها الأسئلة؟ بكل تأكيد عندي جواب في هذا نحن من مؤسسين التصالح والتسامح طيب الهدف التصالح والتسامح اللي هو يعني أولا تقرير حق القنوبيين في إدارة مستقبلهم و تقرير مصيرهم السياسي ومن ثم كيف يبنون هذه الدولة التي ناضلوا من أجلها و شعار التصالح والتسامح القنوبي لم يكن شعار التصالح والتسامح القنوبي عبارة عن شعار عدمي نحن الآن تتويق لهذا الشعار في الحوار الوطني القنوبي في البادرة التي قام عليها الميقس الانتقالي القنوبي أن نعمل من أجل الوصول إلى هذا المشروع الوطني القنوبي لنشعر فيه من خلاله أن الدولة الفيدرالية القنوبية التي تحقق طموحاتها و طلعات المجتمعات المحلية و الشعب القنوبي بشكل كامل هي المدماك و الأساس الذي يستند عليه التصالح والتسامح كلام ممتاز لكن عمليا كيف ترجم في الواقع الترجم إذا نظرت بتمعن إلى القضايا الحوار في المرحلة الثانية التي حدثت عنها قبل قليل هناك يترجم مشروع التصالح والتسامح التصالح والتسامح بمعنى أن القنوب ملكنا كلنا أن القنوب يعني وطننا كلنا أن القنوب يتسع لنا كلنا تعالوا لنناقش كيف نبني هذا القنوب في إطار دولة فيدرالية تحقق هذه المصالح الوطنية إذا أي طرف أقصي من يعني خارج هذه الشراكة القنوبية بعنا نقول ربما أن التصالح والتسامح لم يتحقق في مثلا مثل مؤتمر حضرموت أبناء حضرموت لديهم نظرة مؤتمر حضرموت الجامع يعني أهم ما طلع فيه هذا المؤتمر حضرموت الجامع أنه حضرموت يكون إقليم ضمن الجنوب لا أحد يعرف أيضا ربما محافظة أخرى تطالب لاحقا بنفس الشيء يعني الموضوع يتعلق بليس فقط مستقبل الجنوب ولكن كيف ومن سيحكم الجنوب مشكلة هنا تأتي وظيفة الحوار السياسي المجتمعي كيف؟ نحن في مشروعنا في رؤيتنا الوطنية في المجلس الانتقالي نتحدث عن دولة جنوبية فيدرالية لماذا نتحدث عن دولة في جنوب فيدرالية؟ لأن هذه الدولة القائمة على أساس فدرالي تعطي المجتمعات المحلية استقلالية إدارية تشريعية هذه الاستقلالية الإدارية تشريعية لا تقتصر فقط على أبناء حضرموت وإنما على كل المناطق الجنوبية الستة المحافظات كل الستة المحافظات يعني هذا هو مشروعنا الوطني ونريد أن نحققه من خلال الحوار وأي قوى لديها خيار يلبي تطلعات وطموحات المجتمعات المحلية بتحقيق التماسك السياسي والاجتماعي والانتقال إلى التنمية يقدموه ونطرح للحوار هذا هو مشروعنا لكل أبناء الجنوب وليس الحضرموت هل الجنوب مؤهل لهكذا الحكم الفيدرالي؟ يعني مثلا في بعض الدول العربية يعني هذا الأمر أثمر وواقف على أرضية راسخة لكن تركيبة الجنوب خاصة أنه فيه تراكمات طويلة من الصدامات ومن ما إلى ذلك هل هو مؤهل لهذا الشيء؟ طبيعة المجتمع الجنوبي تأهله إلى أن يكون دولا ذات نظام فيدرالي المجتمع الجنوبي أشبه بما يكون كالمجتمع الرعوي الذي يتنقل بحثا عن الماء والعيش يتمرد على الطبيعة التي هو يعيش فيها وبالتالي هذا المجتمع لن يستقر إلا في ظل نظام يوفر له الاستقرار ونحن نرى في المجتمع التقالي أن الدولة الفيدرالية هي التي ستوفر للجنوبين الاستقرار ويتجه إلى التنمية بعيدا عن الصراعات ولكن على موضوع الثروة ودائما موضوع الثروة مهم في الحكم واستقرار البلد هناك تفاوت في المحافظات في الثروة نفسها هناك محافظات غنية بالنفط بيسعدها الأمر أن تكون حكم فيدرالي إنها تمشي أمورها الوحدة في محافظات أخرى وأنت أعلم بهذا الشيء ليس لديها الثروات اللي بتساعد هل لديكم رؤية وتصور كيف يمكن حل مثل هذه الأمور مثل هذه العقد خاصة أنها هي من حددت على مدى عقود طويلة كانت المغذة للصراعات والانقلابات اللي عاشوها الجنوبين لفترة طويلة لابد أن يكون لديكم رؤية واضحة للحل سأجيب لك من آخر الأسؤال أولاً الصراعات السابقة هي أو ذكرت لك في السابق مربوطة بصراع إدلوجي وهذا الصراع الإدلوجي انتهى نحن نتحدث عن مشروع وطني لا ليس إدلوجي فقط وسيد مران لا معلش الموضوع لا يتعلق فقط بالإدلوجي يتعلق بموضوع الثروة والنفوذ صح؟ سأجيب على الشقة الثانية مسؤالة أساس الصراع السابقة كان هو صراع إدلوجي هذا الواقع ماذا كان الصراع الإدلوجي بالنسبة؟ الحرب البابدة والاشتراكية والرأسمالية كان لها تأثيراتها وبالتالي كانت هناك إذا تحدثت أنت عن الثروة في ذلك الوقت لم تكن في القنوب كل ثروة في ذلك الوقت ما كانش أن النفط استكشف لكن نحن نتحدث الآن عن مشروع وطني قنوبي وفي هذا العصر الحالي اللي نحن نعيشه لا يوقد في القنوب منطقة فقيرة لا يوقد في القنوب منطقة فقيرة القنوب كله غني ولكن يحتاج إلى دولة لا مركزية فدرالية تعطي حريات مطلقة لرسم السياسات التنموية في هذه المحافظات نقل عشان نوضح للمشاهد هذه نقطة مهمة عشان المشاهد يعرف عشان أكمل الإيقابة على سؤالك قبل ما تكمل عشان المشاهد يعرف يعني أنتو بالانتقالي لن تنفردوا بالحكم مستقبلا هذا تصوركم لن تنفردوا بالحكم وكل محافظة بتشكل متل إقليم يحكم نفسه بنفسه صح؟ نعم أنا أريد أن كنت أجوب عليك بدون ما تسأل لا عشان نأكد يعني في قضايا الاستقلال الإداري الاستقلال في رسم السياسات والمشاريع التنموية عن موضوع الثروة وموضوع الحكم الحوار ما هي عندما قلت لك أنا أنه في المرحلة الثانية بعد أن نستكمل المرحلة الأول هي التفاهمات ووجهات النظر المرحلة الثانية ما هي طبيعة القضايا القوهرية اللي سنخذ فيها حوار؟ ما هي؟ النظام الفدرالي هذا ما هو شكله النظام الفدرالي هذا كيف طبيعة توزيع ثروة فيه؟ النظام الفدرالي كيف طبيعة توزيع السلطة فيه؟ المؤسسات المركزية؟ هل برلماني؟ هل رئاسي؟ كيف الصيغة ستكون؟ هذه من القضايا نحن لدينا مشروع في المجلس الانتقالي ولكن لا نريد أن نفرد فيه وبالتالي لن نحقق مصالحة وطنية إلا من خلال شراكة وطنية نحن نريد أن نصل إلى توازن سياسي والتوازن السياسي هذا لن يتحقق إلا من خلال إشراك الناس وتحدثت معك قبل شوية أن المجتمعات المحلية في عندنا مسار الذي هو على المجتمعات المحلية وفيه مسار آخر على المستوى الوطني للجنوب هنا المجتمعات المحلية ستساهم في رسم السياسات لدولة الجنوب كيف تريد أن تكون دولة الجنوب هذه كيف تريد أن يكون وضعها في إطار دولة الجنوب هذه في تحقيق الشراكة ما بين أبناء الجنوب هذه قضايا مهمة هي أساس هذا العمل والمجتمعات المحلية هي صاحبة الكلمة الفصل في تقرير مستقبل دولة الجنوب وعلى رأسها حضرموت أوكي بعدين بيصير أشبه بمؤتمر بيضم كل يعني الخلاصة لفريق الحوار اللي أنت بترأسه بالنهاية بيكون أشبه بمؤتمر في داخل كما سمعت منك من قبل مش مؤتمر مثل مؤتمر مثل مؤتمر الحوار الوطني اللي صار بصنعة واليمنين إلى الآن يعانوا من آثاره مؤتمر الحوار اللي حصل في صنعة يختلف تماما هناك كان فيه سراع على السلطة وليس على بناء الوطن كان فيه سراع على السلطة انتهى السراع على السلطة لهذا تقنيب الرئيس السابق والمئتيان برئيس توافقي وكان موضوع القنوب داخل ويريدوا ينتقصوا منه وموضوع شكل الدولة موجود يريدوا ينتقصوا منه فكان فيه سراع قوة مهيمة في الشمال وبالتالي استدعى الأمم المتحدة ان تقيل فضل اشتباه وعملوا حوار وبالتالي فشل الحوار هذا لم يبنى على أساسه لكن نحن في القنوب نختلف تماما عن هذا الوضع اللي كان في الشمال نحن نتحاول حوار وطني للوصول إلى رؤية موحدة بدون استخدام مراكز قوة بدون استخدام السلطة بدون استخدام أي شيء هل لديكم مانع أنه جهة دولية تشرف على الحوار بين الجنوبين؟ موضوع القهات الدولية طبعا لن تحصل على استقلالك إلا من خلال الاعتراف أمم التي تحصل على مقعد في الأمم المتحدة في جامعة الدول العربية وبالتالي نحن ننظر هنا إلى الشراكة مع العالم من زاوية مختلفة تماما من زاوية أن العالم يجب أن يتعرف على ماذا يريد شعب القنوب ليس لدينا شيء يعني ما عندكم مشكلة أن يكون في مراقبين على جولات الحوار بالعكس نحن نسعى أن يكون هناك مراقبين على الحوار وليما صارت حتى الآن؟ كما قلت لك نحن الآن في مرحلة الأولى اللي هي مرحلة استقرائية التعرف على وجهات النظر وهذه العملية نحن عندنا استراتيجية في المجلسة الانتقالية استراتيجية قائمة على الوضع القائم لتعيش البلد المرحلة الأولى اللي هو إيقاد مسار خاص للجنوب منع أي قوة تحاول الانتقاس من حق البناء تنتقس من حق أبناء القنوب في تقرير مصيرهم وبالتالي هناك عملية سياسية هناك عملية سياسية تديرها الأمم المتحدة والكل يتابعها في هذا المسار نحن نعمل أن أولا فرض مسار سياسي خاص في القنوب وبالتالي يوازي هذا المسار السياسي حوار داخلي في القنوب يكمل مكمل لهذا العمل هنا تقي المسؤولية الوطنية على كل أبناء القنوب على كل أبناء القنوب على كل الوطنيين تكون عليهم مسؤولية وليس على ميقسم التقالية أنا أشرت لك من قبل والكل عارف أن هذه حصلت تجارب من قبل في موضوع الحوار بين الجنوبيين والجنوبيين لو لا سمح الله لأي سبب كان مستقبلاً لم تنجح هذه جولات الحوارات أو التحاور هل الانتقالي بأهل نفسه بيكون عنده سبب كافي للإنفراد بالحكم في هذه الحالة طالما شوف لم ينجح في تحاور مع الآخرين المشروع اللي يحمله المجلس الانتقالي لا معنى فيه للإنفراد في الحكم المجلس الانتقالي يهدف إلى تمكين أبناء القنوب من بناء دولة فدرالية مستقلة ليش لأي هدف لأي هدف لم يحصل في تجربة سواء اليمنيين والتجارب العربية كثيرة ليس هناك أحد يساعد الآخرين بالتقاسم معه بالسلطة فما بالك اليمن اللي هم اليمنين مشهورين دائماً بالاستئثار والاستفراد بالحكم يعني إش اللي يضمن إنه الانتقالي بيكون مختلف أنا أريد أن أشير إلى إلى تجربة رائدة في الإمارات أهل الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد رحمه الله أسس دولة ليس لي ينفرد بالحكم أيوة لكن هذه حالة هذه من الحالات النادرة وهذه الدولة الآن تعتبر هي الدولة الرائدة عندنا على مستوى الوطن العربي ورائدة على مستوى العالم ليش نحنا ما نأخذ يعني نتثقف ونتسلح بالتجارب الناجحة لماذا دائماً نبحث عن القضايا اللي تكون محط سرع ولكن ظروف الإمارات غير ظروف اليمن وبالتالي ما المالع أننا في المجلس الانتقالي أن نأخذ تجربة ناجحة ونبدي حسنواية تقاه شعبنا في القنوب ممتاز لكي نتحرر من الضلب ونتفرق إلى استقرار السياسي والمجتمعي والعمل التنموي ممتاز فاصل أخير بنروح على فاصل وبيكون الأخير وبعدين بنواصل موضوع يعني ياريت نفتح موضوع نكمل موضوع الحوار بين الجنوبيين والجنوبيين وياريت كمان نعرج على نقطة البعض يفكر إنه هل حان الوقت كمان لفتح قنوات أو تشكيل فرق للتحاول الجنوبي الشمالي بعد الفاصل خليكم معا موسيقى أنت قلت أثناء هذا اللقاء إنه الانتقال فيه رؤية الحكم مستقبلا في الجنوب إذا ما تم طبعا تشكيل دولة جنوبية وحصلت على اعتراف دولي وما إلى ذلك وإنه بيكون نظام الحكم مستقبلا هو نظام فدرالي في أي تصور كيف بتكون الحياة الحزبية الحياة الحزبية تمشي بشكل طبيعي ما المانع بيكونوا في أحزاب ما المانع عنه ينشطوا بشكل عادي ما المانع أن يكون هنا في أحزاب قبل سنوات لا أتذكر بالضبط متى ما كان في اتفاق بين هيئة رئيسة الانتقالية حول وجود الأحزاب في الجنوب البعض حتى من الأسماء الرفيعة لا أريد أن أحدد أحد وأنت تعرف لا يحبّد وجود أحزاب بأي صورة من الصور في الجنوب لا الآن ولا مستقبلا هل أمر كذلك؟ ليس صحيح هذا الكلام نحن المجلسة الانتقالية نفسها عبارة عن تكتل وطني قنوبي يشمل كل الأحزاب الموجودة يعني الشخصيات من كل الأحزاب الموجودة نحن مشكلتنا مع الأحزاب أولا دولة القنوب القادمة لا نريدها أن ترتبط بأي إدلوجية حسبية مثلا؟ الدستور ينبغي أن يحصر العمل السياسي في إطار مشاريع وطنية قنوبي مثلا تكرنا الإدلوجية الحجبية لا 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 على سبيل المثال مثلا نحن علينا خلال الفترة الماضية مثلا على سبيل المثال للصلاح لا يلتزم بمشروع وطني قنوبي يلتزم يعني بتوقيهات مركزية شفت كيف؟ وبالتالي التوقيهات المركزية هذه نابعة يعني من أساس إدلوجي وليس من أساس مشروع وطني وبالتالي أعتقد أن واحدة من أبرز القضايا الوطنية اللي يجب أن نناقشها قضايا الحوار هي أن لا يكون هناك مقال للإدلوجية في القنوب أو الحزاب الدينية أو الحزاب الدينية الحزاب الدينية كلنا مسلمين لا أنا عن نفسي شخصيا وهذه واحدة من قضايا الحوار ينبغي أن لا تتكون أي أحزاب ببعد إدلوجي ديني أو غير ديني لا بقى أن ترتبط الأحزاب السياسية بمشاريع وطنية تعمل من أجل التنافس من سيقدم أفضل لهذا البلد أنت عضو حزب الاشتراكي لفترة قريبة لكن لأن الإدلوجية أنا لا أعرف إذا ما زلت عفوا أنا لا أعرف إذا ما زلت عفوا منضم الحزب الاشتراكي اليمني أو الإدلوجية دائما تخرج خارج حدود الدولة أوكي وبالتالي تخلق مشاكله وكثير من الفشل اللي حصل بسبب صراعات إدلوجية وليس مشاريع وطنية هل يحق الحزب الاشتراكي اليمني أن يستمر هل لديكم رؤية أو بتمنعه أيضا؟ يستمر فين؟ كل الأحزاب طالما هذه الأحزاب أنا لا أريد أن أتكلم عن خص الحزب الاشتراكي أو الرابطة لأن الآن النشاطين السياسي اللي يشتغلوا على مستوى القنوب بشكل واضح لصالح مشاريع وطنية قنوبية في القنوب هناك كتلة خاصة بالحزب الاشتراكي وكذلك هناك الرابطة وهناك على رأسهم كلهم المجلس الانتقالي القنوبي وهناك مكونات اجتماعية وطنية قنوبية هناك نشاط وتفاعل وحراك سياسي قنوبي وطني قوي وإنما أنا أحدثك عن المستقبل أنه المستقبل نتيجة لأنه إذا رقعنا الآن أنه فشل الدولة في القنوب كانت واحدة من الأدوات التي أدت إلى فشل الدولة في القنوب هي الإدلوكية وبالتالي من الخطأ الكبير أننا نعيد صراع إدلوكي في إطار مشروع وطني لا نحن صحيح ولهذا آقت أهمية وجود دولة فيدرالية لتمنع مثل هذه الصراعات طيب جهودكم في فريق التفاعل في فريق الحوار الخارجي هل سينتهي بمؤتمر في الداخل مثلا في عدن يضم كل الأطراف شوف الحوار وتخرج منها قرارات معينة الحوار هو الأساس في الداخل وإنما كما ذكرت لك الآن نحن في الخارج عبارة عن خطوة تمهيدية حوارية تشاورية الهدف منها أنه إبدأ حسن النوايا من المقلس الانتقالي وأخذ بقهات هذه الكتلة القنوبية المتواقدة في الخارج وكيف تشارك في الحوار الوطني المزمع عقده في الداخل حيتم؟ حيتم متى تقريبا؟ نحن عندنا الآن على وشك الانتهاء بإذن الله تعالى وبالتالي الترتيبات التي سنتوافق عليها مع المكونات الجنوبية سيتم عكسها في الداخل خلنا طالما أنه موضوع التحاور وهذه ظاهرة طيبة يعني ويريد تتوسع على مستوى اليمن ما في في تفكير الانتقالي أو قيادة الانتقالي فتح قنوات للتحاور ما بين الجنوبيين والشماليين؟ ليس من ثقافتنا في المجلس الانتقالي شيء له موقف معادي من الحوار قولها بشكل آخر عشان تكون مفهومة الحوار مع الشمال يعني مهم ولكن إذا قيمنا الوضع الآن في الشمال هل هو في موقف يعني أهله اللي نتحاور قنوب الشمال؟ وش رايك؟ هل هو في موقف أهله ولا لا؟ في الوضع الراهن الشمال مسيطرة عليها يعني قوى بفكر إرهابي اللي هما الآن الحوثين انقلبوا على الدولة الآن السؤال هنا هل يوجد يعني وحدة شمالية حتى نتحاور معها قنوبيين شماليين؟ نحن الآن ندعم مقاومة يعني وطنية شمالية لتحرر من هذا من حالة الانقلاب اللي موجودة ومن حالة الارهاب اللي ماره ضد أبناء الشمال وبالتالي إذا استطاع الشماليين أن يقدموا تنازلات فيما بينهم البين ويحدثوا تقارب فيما بينهم البين ويكون عندهم مشروع وطني للشمال ممكن أن نتحاور نحن وهم حول ما هي القضايا التي يريد شعب القنوب له وجهة نظر فيها هل لديكم مثلا مانع بالتحاور مستقبلا مع حزب الأصلاح الحوثيين وهؤلاء اللي قلت إنه مهيمنين أكثر على الشمال شوف الإصلاح نحن كجنوبين سنتحاور مع القوى الجنوبية والشماليين عليهم أن يتحاوروا مع بعضهم البعض ويقبلوا بعضهم البعض وبعدين إذا أقانى وفد شمالي ممكن نحن نتحاور معه تقصد في هذه الحالة الجنوبين في الإصلاح من لا يمتلك مشروع من لا يمتلك مشروع البلدة من لا يمتلك مشروع للآخرين طيب مع الحوثيين الحوثيين هل يمكن أن تفتحوا قنوات حوار مثلا معهم؟ يستحيل لماذا؟ الحوثي يتسلح بفكر إرهابي الحوثي يفكر المنازل الحوثي يحرق من يعاديه يمارس أبشع القرائم بحق الشعب هناك في الشمال وثانيا لا يمتلك مشروع هو أداة هو أداة في إطار سراع يعني خارج اليمن إضافة إلى أن تراتبية الدولة في الشمال الآن تغيرت أصبح بدل ما فيه رئيس قمهوريا ورئيس حكومة وبرلمان الآن عندك سيد وبعد السيد مكتب سياسي وبعدين المكتب السياسي يقي رئيس قمهوريا وبعدين يقي برلمان تراتبية الدولة اختلفت تماماً وبالتالي هذا شي غريب حتى على الوضع الشمالي يعني ما عندكم توجه في الانتقالي إنه مستقبلاً تفتحوا أي قنوات حوار أو تشكيل فرق للتحاور مع جهات أحزاب شمالية منظمات مجتمع مدني شخصيات ما في هذا الكلام مش مطروع في الوقت الراهن نحن ندعم مقاومة وطنية شمالية يعني تستعيد الدولة من هذا الفكر الإرهابي وبالتالي نساعدهم أن يتقاربوا فيما بينهم وممكن إذا حصل هناك يعني تقارب شمالي شمالية وتوحد وممكن أن نتحاور نحن على أساس قنوب شمال أنتوا الآن فقط علاقتكم بالمكونات الشمالية مع حراس الجمهورية طارق صالح المكتب السياسي نحن ننصح المكتب السياسي أن يتفرق للوصول إلى كتلة وطنية شمالية تنصحوا؟ أن يعمل إلى أن يبني كتلة وطنية شمالية نحن سنقف إلى جانبهم نصحتوا أو لا؟ الله عبر لقاءات وديها مع ناس لهم ارتباط في المكتب السياسي نحن نصحناهم لأنه من غير الصحيح أن يعمل المكتب السياسي في القنوب والشمال يعني يسيطر عليه قواء قواء إرهابية وبالتالي هما يبدلوا قهد يعني غير مفيد في الأخير القنوبي قنوبي والشمالي شمالي وسنصل إلى مسارين يعني يعني يعبران عن الوضع عندنا في القنوب في الشمال لأنه إيش مشكلتنا الآن مع القوة الشمالية؟ قوهرة المشكلة مع القوة الشمالية هي كيف تتعامل مع القنوب؟ هما يريد أن يتعاملوا مع القنوب في إطار مفاهيم مصحيحة واحدية الثورة اليمن واحد وهذا مصحيح القنوب هو دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة في قيام الدول العربية استقلت زيها زي أي دولة عربية استقلت مثلها مثل الإمارات مثل السعودية مثل العمان مثل أي دولة وبالتالي هما عندما يتحدثوا مع القنوب يحدثوا أن لا يليدوا أن يعترفوا بأن القنوب دولة وبالتالي هنا عملية الخلاف اللي يقين معهم ولهذا تحصلهم يبدلوا القهد في القنوب أكثر من الشمال وهذا القهد اللي بدلوا في القنوب أكثر من الشمال انتهى إلى أين؟ انتهى إلى أن الشمال كله راح بيدة الحوثي باستثناء مناطق بسيطة طيب يعني هذا أول لقاء أنت تجريه كرئيس لي فريق الحوار الجنوب الجنوب الخارجي أول إطلالة لي رئيس الفريق وحتى أول يعني خطوة إعلامية من هذا الفريق ليه فضلتوا أن تبتعدوا عن الإعلام؟ ارتقينا أن العمل بهدوء في هذا الظرف هو يخدم مصالحنا يخدم الحوار ويخدم مصالحنا وإذا ما كان بهدوء يعني البلد كله مش عايش هدوء يعني ليه خطوة إعلامية؟ يعني التعرف على وجهات النظار فضلتوا أنه يكون بأي خطوات أي تطورات في هذا الشام بعيد عن معرفة المواطن العادي؟ لا مش بعيد عن معرفة المواطن نحن نعمل من أجل هذا المواطن العادي وبالتالي ندعو يعني على الأقل يعرف الشيء صاير الأمور تقاس بالنتائج وندعو الناس أن يأخذوا المجلس الانتقالي بالنتائج النتائج اللي حققها المجلس الانتقالي أنا ليس سهلة أنه فرض مسار سياسي خاص بالقنوب أنه فرض مسار سياسي خاص بالقنوب وهذا المسار السياسي الخاص بالقنوب مرتبط بترتيبات تديرها الأمم المتحدة والعالم أصبح معترف بها بمعنى أنه بدأ الآن يعني يقنب مخاطر القنوب مخاطر مصادرة يعني إرادة حق إرادته التعبير عن إرادته لو تعتقد الموطن مفهول والنوضوع الثاني اللي هو نحن في بداية الآن هذا الحوار الوطني في إطار مشروع متكامل يعطونا فرصة شوية وسيجدوا بإذن لا نتائج إيجابية لا ولكن في شخصيات عدد غير قليل من الجنوبيين غير راضين عنها ويربطوها بفشل صار في الجنوب في السابق تعتقد لو صار في نوم السفتاء للجنوبيين هل توافقوا على إجراء أو التحاور مع هذه الشخصيات أو لا توافقون أعتقد إيش كان بيرد المواطن الجنوبي أغلب الجنوبيين العاديين إيش كان حيكون ردهم لا أرى أن هذا السؤال أولى المنطقي صراحة أنا حدثت قبل شوية في الحوارات الوطنية ينبغي أن نقبل الكل ظالم هناك حراك سياسي وهناك تفاعل مع هذا الحراك سياسي أنتم تقبلوا الكل كالانتقال هاي سياسة الانتقالي ولكن مدى عن الشعب الجنوبي إذا هو مش موافق على مثلا نحظة إذا هو مثلا مش موافق على سين من الشخصيات القديمة اللي ارتبطت بفشل وخلفت سياسات معاناة مثلا لو أنه يكون الحزب الاشتراكي وعناصره الأساسية خارج أي ترتيبات مستقبلية بشأن الجنوب إذا تمها أنتو بتلتزموا في الانتقالي مع الأمر؟ شوف في مراحل السراع اللي مر في هالجنوب يعني فيه هناك كان قروح في أمانها وهذه القروح لن تعالج إلا من خلال مشروع وطني جنوبي وفق مقتضايات العدالة الانتقالية وبالتالي واحدة من أبرز القضايا الحوارة اللي هي كيف نحقق مشروع وطني جنوبي بغض النظر عما أرتك في السابق بغض النظر عما أرتك في السابق لا أفهمني بغض النظر عما أرتك في السابق وفق مقتضايات عدالة انتقالية لكن بغض النظر عما أرتك في السابق السابق يضل في سياق التاريخ السابق يضل في سياق التاريخ عف الله عما سلف لا مش أنا أقول عف الله عما سلف أنا أقول لك هناك قانون عدالة انتقالية وهذا وقانون العدالة الانتقالية سيكون جزء من قضايا الحوار وبالتالي لماذا تريدني أنا أن أجيب على شعب القنوب كله هذه واحدة من القضايا الحوارية وبالتالي يعني فيه هنا خطأ وفيه هنا خطأ فيه هنا زائد وفيه هنا ناقص فيه هنا تراكمات فيه تجربة مرت في القنوب بإيقابيتها وسلبيتها البعض يقول لك الصلاطين ظلموا بعض يقول لك الحكام اللي في القنوب ظلموا أنا أنا واحد من لي كنا خارق دولة الجنوب وبالتالي إذا أردنا نحن نبني مشروع دولة صح زي الناس يجب أن لا نتوقف عقولنا وتفكيرنا أمام الحقال هل ما زلت عضو في الحزب الاشتراك اليمني؟ نعم وتعتقد أنه الحزب الاشتراك اليمني اللي فترته ارتبطت بفشل في الجنوب فشل كبير بس أنا ليس لعلاقة نحنا في لا أقول لك أنا بضح لك هل يسحق الحزب هذا أنه تعطل الفرصة مستقبلا أيضا لإدارة الجنوب لم أكن أفضل أن تسألني هذا السؤال ولكن طالما أنت سألتني هل أنت أنا أرتبط في الحزب الاشتراكي في إطار مشروع وطني جنوب قبلها نحن عدنا للجنوب بعد الوحدة متضرري من النظام السابق متضرري من الحزب الاشتراك اليمني ولكن ارتبطنا في الحزب الاشتراك اليمني في إطار مشروع وطني وليس مشروع إدلوب الصراعات تمت في إطار المشاريع الإدلوبية لكن الآن نحن إذا فكرنا يعني حاسبنا التاريخ وبالتالي التاريخ هذا لن يتوقف عند مرحلة محددة هناك تقربة مرت في الجنوب لها إيقابياتها لها سلبياتها هناك صراعات مرت في كل نحن الآن نتحاور مع الشرعية من هو يتآمر على المشروع الوطني الجنوبي هذه الشرعية اللي نحن نتحاور معها وبالتالي إنه مفهوم الحواء وفق مقتضيات العدالة الانتقالية يحقق عدالة لكل أبناء الوطن وبالتالي يأسس إلى ستب لهذه الصراعات تعالوا نتوافق على مشروع وطني ونشتغل في إطار تلك لأنه ما في بديل آخر لا يوجد بديل آخر لا يوجد لدينا بديل آخر إلا أن نحن نوقف هذه الصراعات ونقبر الضرر ونعالق نضمت قراحات الناس المضررين خلال مختلف مراحل الصراع اللي تمت في الخارج ما في حد مش مضرر أنا بقول لك حتى اللي حكموا في القنوب بنعطيه السكن يعني براءة لمن واتهام لمن فكلهم القيادات اللي حكمت القنوب موجودة في المهقر هذا ناتج عن سبب ثقافة الصراع وبالتالي إذا بدأنا نخطي هذه الخطوات تعتقد أننا سنفشر في الخطوة الأولى يجب أن نفتح على القول يجب أن نستأنسب أراء كل الناس ونستفيد من تقاربهم ونأخذ الإيقابيات ونترك السلبيات وأنه ضمت قراحات الناس في إطار العدالة الانتقالية مرود الحلمي شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة